بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قبل حان ما كفقات او ايو برو غيمر جانال كومر ثاني في جي نيوز حبيد اقول لكم خبرين حلو الخبر الاول الحلو سوات حساب تويتر خاص لقناة فلا ازبدا موضوع يبغى يشوف الحساب هنا فلا شرطه ST يعني ستوديو يعني هنقدم فيها نصايح وكمعا ننزل في المقاطع هو هدف بان حطات الحساب عشاء انشروا مقطع في كل مكان في المريخ في اللام شتخل ده ازبدا الخبر الوحش ولصار لي نمستمت نتاجي خبرين مو خبر الخبر الاول جبت له هي 96 انه لله من الله راجعان طبعا بعض الناس قلون احنا اضربك طير من احنا ما اخدين 80 كلامك صح انا من ازعلان نسبة لك ازعلان الشي ثاني الي هو ردة فعلي استويت شت جواله وكسرت امه يا شخ رميه كأنها رميه تحومي تهت ساعاتنا منقصب من القيم ليه 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 لا يا 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 كان يا مكان كان فيه طفل عمره 9 سنوات كان ماشي ومازق حقه بطاقة البوكيمون قلنا عرف البوكيمون الطائق هذاك زيه غيوب الكلام الفاضي هذا كان ماشي بالبطاق واحد بزر سرق منه البطاقة وكان مسكين زعلان المسكين كان زعلو مرة من البطاقة حقه قلنا ليش كده ليش بعد جاء عند راحد أمه وقالت يا أمي أبا كلم الشرطة واحد سرق حقي بطاق بي بوكيمون كلم الشرطة والشرطة جاء وقال وقال ليش فيه قال في واحد سرق حقي بطاق جاء الضابط وكان اسمه جيمس قال انه خلص انا بديك حقي بطاقي بوكيمون تعويض عن الدار كان من 6 سنة عمره للضابط دار يجمع هذا البطاق من سنتين وكان يجمع لما نجاب عدد كبير بطاق مو بس بوكيمون حتى يغيوه تعرفوا يغيوه هداك هلا حقت الطائق الوحوش وانه انا محط وحشي انا حط مدري مين المسلسل نفسه كريح والله كريح يقوله دراما لا طيب بروح مكان يا طيب بروح هذي يلاقي واحد شرير يقوله انا معي بطاق يغيوه سوف ابارك اقبل التحدي يجي يقول انا استخدام وحشي للجديد وحط الوحش يقوله انا بحط الطائق حقي يعني نفس البطاق ده ما تنفع بصراحة انا زي ما جمع ده البطاق يعني بالنسبة لمنع البطاق بوكيمونها ده ماني صلاح فيها يعني يعني مدري كيف يعني الزبدة موضوع والد كان ماشي صرق من البطاقة كلم امه كلم الشلطة جاء الشلطة والدال وحقه بدال كده بس اجتبا كتر من كده بريالين شوف كمية الفواقان يعني شي لا تتوقع منه لسه عشان سوى مؤتمر ان شاء الله في اي 3 عام 2016 معلو جدا في شهر رمضان مبارك لكن شي غريب مرة وسوى ثلاثة مرات اذا بدأ سوى ثلاثة مرات لكن هذا الحركة هي ثلاثة مرات سوى في السينيما هذا المرة الثلاثة سيسوى في السينيما اي 3 في السينيما يعني انو ما شاء الله يعني شي واحد حسسك اه شوف اللعبة دي جديدة اي شخ بسلك لي يعني مالو داعي بصراحة انك جيب لي مهرض اي 3 في السينيما يعني اتفرش في البيت مراحتي يعني اذا بدأ موضوع هذا حيكون في ولاية ممتحدة والكندا والامريكين الناتينية حيقدو تفرج دا المؤتمر في كم صالات سينيما وقالو انو حيكون مجاني لكن اقل من 18 او 17 ما يدخل ابدا ممنوع يعني يقول له ها انا ديك ميت ريال وتخيمي تخيمي كمانا نتحجزها تحت في الاسكريبشن لو كنت زي صاحبنا ثانيان اللي يقول له خاصة بس هو تحدي ما هو نفسه بعض المتابعين يقول له خاصة ووصله مليون قبل رمضان اللي بيشوف المعرض وبيخشها السينيما ويشير ناس حسسوا زي كده حط الرابط تحت وبس ونتكلم عن معرض قبل E3 اللي هو EA Play حيكون مفرق عن E3 قبل E3 كمان مدري كيف حيكون المعرض نشوفه يعني اذا بدأ موضوع حيتكلم عن باتفيد وان وحيتشوفه عن اللعين حقتو ان شاء الله يوم الاحد ست رمضان الساعة 12 الا دقيقة في منتصف الليل توقيت السعودية رمضان يا حبيبي ونصد التقويح وبعدها نرجع ودوار يلا يولا تجيب السحور وابقى سجل كيف حيكون موضع انا مواقصة ولا تزيش المشكلة اكبر المشكلة الاكبر اللي حيسافر الى E3 كيف وضعهم بالله يا علي العظيم انا حتلاقي حريم اغنية بالصبح يعني لو كان في الصباح يعني لو كان في الليل شي ثاني يعني بس يعني يصير مشكلة يعني التعب سعودي غامر وده سعودي غامر على ما اضمح يروحوا يثري ده المرة عشان حيسون كل يوم مقطع في يوتيوب تخيل يعني كيف حيكون وضعهم الله يعينو كل يوم مقطع بطول حياته بس يلا الله يعينوهم كلنا الله يعينو كلنا نحن اليوتيوبرز والكومنتياتر بالنسبة للناس اللي حيسافروا برا اكيد حيسوون الحركة ديك اللي تقرى اللي هو رخصة الصوم يعني ايش هنتكلم عن الموضوع خلاص سكر الموضوع احسن هنتكلم كمع عن باطفيد ون صراحة اللعبة مرة رهيبة احسن بكثير من كورفتي و تي انفينيتي وارفير ما اد ما اخدس لايكات كثيرة فصراحة تكون هي البديل لكورت ما يعرف باي داي باي داي هي لعبة سرقة و هبالات و زي كان الواحد يستهبل و يقول اوه بسرق خبره حلو انو لعبة باي داي جزء ثالث حيصوون جزء جديد المشكلة عندهم الفريق اوفركل تواجهت مشكلة حقوق النشر الكامل اللعبة بعد ما كان متعاقد مع شركة وقال ان الشركة ان شاء الله معيش هالمقاطع اخذ بريك قامت الشرقة قالت ان ان شاء الله حيصوون لعبة باي داي جزء الثالث هذا شيء رائع او شيء ممتاز و قالوا بالتأكيد بالخطأ يعني سووا شيء كده يعني غريبة في واحد المؤتمرات الزحفية و قالوا اعلن رسمي عن اللعبة و خلاص انت الموضوع ان شاء الله حنشوفه في اي تري واللعبة حتكون رائعة جدا جدا جرح جربتها في البي سي على اللاب توبي هذيك الله يرحمه قد خرب الله يرحمه انسان هو اذا بدأ خرب اللاب توب حقي الحمده على كل حال فاجاني ماك بدال كده في لعبة حلوة مرة قصيرة و تدك رسالة جميلة جدا اليوه ليلى و ضلال الحرب و قولها بالعربي كان في مشكلة صارت مع شركة ابل و اللي سوى اللعبة ايش هي انه مطور فلسطيني اللي سواها اللعبة قالوا انه شركة ابل واجهت اليه رسالة طالبة حد فعبته من متجر ابل ستور و علدالب قول انها مهي لعبة بالاصل طلب منه تغيير وصفه حدث كل ما يشيء الى كونها لعبة وعادة تقديمها طلب النشر مما خاننا الاخبار والمراجعات شيء اللي هو اللعبة يحطها الاخبار والمراجع و كانت تدرك قصة ليلى يعني هي قصة بنت كانت مع عيالها وصارت في مشاكل في غزة الله ينصر اخواننا في فلسطين مادره وهي مقتبسة من قصة حقيقية بس هي يعني جايبة من الحقيقة نحنا نحسهم على الاحوال في فلسطين الله ينصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين ازبت الموضوع شركة ابل قالها لازم تخدف اللعبة طيب هذا ما هي لعبة اساسة مثلا نسألك سؤال يعني في قرارة اسباب انه تكون لعبة فيها الغاز فيها حركة مشاهد موسيقى رهيبة يعني اشياء كثيرة يعني تثبت انها لعبة شي تقولولي اخبار ومراجع تستهبل انت بعد المضاربة دي وصارت مشكلة الحمدلله شركة ابل رجعت كلامها ورجعوا اللعبة في ابستور الحمدلله طبع اللعبة وشكلها حلوة بصراح ما ادر والله و اول جيم بلاي حنسح لعبها بالقناة هذي فما ادر والله ممكن بعد انزيد المقطع احتى شوية وقت يعني مدينا ستجل بس يعني عندي مشاوير ازبت كان في واحد سوا تغريدة قاعد يقول ار يو كينك مي ابل بلاي اقير ان غزة ايجيكتب اه بلاي اند اسرائيل ميسنم ان اوكي اي تي كان فاضي فبصراح يعني كان رده عن شركة ابل يعني ما شاء الله تبارك الله تلعب بنت في غزة لا لا ما فيه مرفوض ما نيبغى لكن تلعب علعاب حاجتها زي غزة هيرو عادي ما في مشكلة مهي يعني موضوع هذي مصخة الرجاء يعني الزبدة بنقرأ بعض التعليقات بعض الناس انما نشافوا دل حق الابستور قال محتاج تبريد اسباب يا ابل عارفي انك شركة تخدم اجنة اسرائيل يعني العاب الاباحية لابستور هل هي حق الالعاب والعجيب تطلع عليك شخصية مهمة كان عمرها سقط اخر الابل والقائمين عليها يا اخوي سابني يعني هو شيكة افضل شافها انها ما هي لعبة يعني ما هو قصدها تخدم اجنة اسرائيل يعني ليه 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 عقلك كده يعني ليه تفكيركم ده الطريق يعني لما تشوف حاجة تقريبها على طول شي تاني يعني المشاكل السرية وده 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 اذا بدأ في واحد انسان بمقاطعات ايش قال على كل مسلم وعربي حر مقاطعة جهاز الايفون والسوق مليب للهواتر ذكية افضل واعلى تكنولوجيا من الايفون زي فايف مثلا حبيبي اول شي يعطيك العافية عن نصيحة ثاني شي ايش اقاطع ايفون حبيبي لا اشيل الماك ورمي سلاماتي عمي يعني المنتجات ابل منتجات رائع فمدرك كيف يعني ايش اقول لك الله يصلحك باس انت كمان واحد يقول لا يريدون المسلم ان يزاحموا بابداعاتي يريدوا منه ان تكون تابعين للمستهلكين الاختراعاتي ومنتجات المعنى لا يمكن يعيشوا بدون اموالنا حلوة لا يريدون يعني العربية سوت فكرة تعودت مع مكتب الجرير وقالوا خلص حنسوي فكرة استبدال الجهاز المستخدم با اكس بوكس وان فش فكرته عندك بساشن 2 او 3 او وي او وي يو او حتى كيوب او حتى اكس بوكس 36 او اكس بوكس ارجنال يمدك تبدل هادول اجهزة واحدة منهم با اكس بوكس وان فكذا الفكرة احضر جهازك القديم الجهاز المكتوب ووفر تمامية وتسعة ريال على اكس بوكس وان واحد تيرابايت مع اكس بوكس لايف ديها بتات شهور فهذا الشي حلو هذا حيميزك على حالة انك تتخلص من جهازك وتاخد الجهاز بشعر ارخص عن شي ايجابي العيب الموضوع انه لازم تكون الجهاز مو كراك فتخيب الله بستاشن 2 بستاشن 2 تلاقي كله كراك انت الجهاز اللي معاني بستاشن 2 كراك فبصراحة انا ارجع رهيب اي شخص يعني لسه مع الاجهزة القديمة ده انصحوا يستثمروا لو يبقى اكس بوكس وان يقوم يشتريوا ولا يقوم ياخد ال اكس بوكس وان ويبيعوا بسعر الاصلي اللي هو ب 1708 احسن زبته سريعة لو في واحد فاضي سوى لقطة لانتشاردت 4 بحياة واقعية وزي كده بصراحة لقطة حلوة فا حديكم الرابط في السكريبشن عشي تتفرجوه يا شغل اوقع مشكلة كبيرة جدا كنا نعرف لعبة نو مان سكاي هي لعبة فضاء وزيك الطيران الزبته الموضوع تأجلت اللعبة شهر اختص في انشاء اختص اختص في الماء الزبته الموضوع في بعض اللعبين مرة مع السبيل كون شوية كون شوية ليش عصبية زايدة الزبته سووا تهديدات بالقتل اللي المطور نفسه اللي اسس شركة هيلو جيمس والله يصلحكم يعني حتفشلونه قدام الناس اللي حيقولون الالعاب يضرر الانسان ومدري مين يعني ايش المشكلة كشف شون حسابه على تويتر بعد علعن تأجيل لعبة جاء عديد من تهديدات القتل فقالوا خلاص هذا التهديدات ما جعل الرجال بس جعل التهديد الصحفي جاسون شوف الرسالة بالله عليك شوف هادا خرابيت الزب لالالالالالالي نومانسكالوالي اهد فيريكورس دي بلاي فيزينينك لوندون منصف الله شكرا اذا بدأ اخر الكلام هنا في الرسالة الاول سوف نعرفك بعدين نحن نأتي لك اسألك سؤال على لعبة بلاها التهديدات كله وتهدد ساقتلك بطعنك عشان اللعبة بالله اتأجلت حبيبي طال في انشاردد في راتشت ان كلانج في فول اوت في جراند فيه العابة مليانة ليه على اللعبة ده بالضبط معا لو قتلتوا ما حيتكمل اللعبة بعدينة ايش الحركات البهلة لدي يعني شيء تفاها لا انا بذبح من قلق تأجل اللعبة حنوصل للتعليقات بعض الناس يعني قالوا اللعبة حلوة بشكل وهي بقائمة مشتريات ان شاء الله موضوع تهديدات اكيد مزحة مشحونة بالغضب هزبت موضوع يعني كلامك صحيح ممكن يكون مزحة مو من جد بس لو من جد كتل اعتبر هذا الانسان نفسيا حيصير مشاكل كثيرة ما حتتمل اللعبة ولا حرف يكون حيصدر اللعبة ممكن حتكمل ان شاء الله لكن ايش فائد ان اقتل واحد اقتل واحد اروح واحد شن جيم ان الواحد يفتح شوي عقله بنعود مرة اخرى الى الفكر والتفكر التغيير والتحسين اول خطوة فيه هو حدوث تغيير هنا الخواطر بنقتل من هالحلقة بحادثة اخرب حادثة شفت في العالم هل تشفت في حياتك افعى او لا 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 نتكلم بطريقة ثانية احسن عشان لا ينخرب الحماس خير بالله لو انت ترعب الستيشن وبراحاتكم بدون اي مشاكل جالك مشكلة واعطاه على جهازك الستيشن والا اكس بوكس وطلع الاسبابها انه فيه افعى ولا فيه صرصار ولا فيه ماوس ولا فيه وزغة ضب اشتخل ضب فيه صار من جد ما احد اللعبين في برازيل كان عنده مشكلة في شهر ديسمبر بمشكلة جهازه بالستيشن فور يتوقف عن تشغيله بشكل طلقائي جاء منه ريحة غريبة وانتشر فيديو غريب ووضع حسباب هاد المشكلة فهذا الفيديو كان فيه احد فنانين كهرباء والكترونيات بدينة ازبتة فنانين كهرباء بدينة ساوند في برازيل قالوا انه فكر جهاز بالستيشن ودخل ولقى ثعبان صغير ميت هذا لسبب المشكلة يعني تخيل شوف شو بالمكتب نفسها يعني ثعبان خرجوا منه كده ثعبان يعني حاجة غريبة قالوا كده دخلت ثعبان من المصنع ولا من البيت نفسه والله احلم يعني شي غريب مرة وله المشكلة وفيه ثعبان من جد البيت يا شيخ كان العالم كله ما تبقى تسكن قالوا ها بخرج ما عد هذا خلنا نقل البيت تاني اغرب شي شفته في حياتي واحد يعني قول لك الزبدة جهازك يعليك بشكل دائم انفق عليه بمفاقه واو اذا ما نفعل وديه المحل يعني انا فاكر زمان بالجيم بوي اللعب ما يشتغل اخرج الشريط عم فوق كده بعد ارجع الشريط ويشتغل بعدها ولا فاكر اه اشغل اشغل السوني وادع يارب يشتغل يارب يارب يشتغل يارب يشتغل يارب يشتغل زمان ازبدا الموضوع يعطيكم العافية على المشاهدة وانا اتمنى لكم وقتا سعيدا توانا هاشتاك جديد اسمه ها نتمنى بس نشارك وتفاعل اللي شاهد المقطع اي شخص شاهد المقطع ادينا رائق عن بعض الاخبار اللي فيها بالاضافة الى ينشر هاشتاك زبطني زبطوني يا حبيبي لايك زبطوني يا شيخ لايك ساسكرايب وعفزنا عم معين ازبدا الموضوع يعطيكم العافية على المشاهدة وانا اتمنى لكم وقتا ممتعة ومسعيدا وانا اتمنى بخير اسمانك الله محمدك السلام عليكم الله وبركاته نسيت نحاجة الهاشتاك والحساب اتمنى فلور وشاركة اشتركوا في القناة